حضرة القاول أنا عندما أتكلم ترى أنا أخوك أخوك بمعنى أخو العراق أخو الأمة عندي الإعدام وقدرت أي عراقي ما خافوا من الإعدام ولا خافوا من أبما بالكون فتعرفوني ما حاجة شرح تاريخي من 59 إلى اليوم أنا أدري هناك ضغط عليك هل عندك سؤال محدد؟ نعم أرا حسن وأنا خدمتكم في 30 زنة نحن أماق قضية جنائية إذا عندك أسهل أو مداخل ليني مجال طهيني مجال طهيني مجال لا تقاف علي أنا لا تقاف عن نفسي أنا أدافع عنكم يسمح له يدخل فايلات لكن صدام حسين يكتب الشيء اللي يريد يذكره حتى يوصله للقراءة على يدو سيالة القاضي يريدكم برماح وسيوف بوجه الأعداء وأنا فيها هنا لا أدافع عن صدام حسين سبق أن قلت أن نفس صدام حسين أكبر من أن يدافع عنها حتى صدام حسين حتى لو كان أحد منكم لا يصلي في الدستور الدولة سواء الدستور اللي وقع صدام حسين ومؤمن به أو الدستور المخترع اللي ملاه المستشارة الأمريكي على العراقيين الإسلام دين الدولة أنا أتبه مرتين على وقت الصلاة لكن تهمل لا لم تهمل لكن الشاهد كيف ما تهمل لا يمكن لا يمكن كيف يؤجل رب العالمين يؤجل حق رب العالمين ويسمع لإفادة تحدثون عن الغرف التي ليس فيها شبابيك في الجنس السابقة مو حتى أحرجك ولا حتى أحرج أحد طلبت أنه أحد يجي شوف الغرف اللي مسجونين بيها الآن في الديمقراطية الأمريكية كل أذى أصيب بي عراقي أنا قلبي يوجعني مثل ما يوجعه مو خوفاً لا منه ولا من أي بشر أنا بس من الله خاف وإنما هذا هو شعوري فأي شيء أذى حصل على السادة اللي تحدثوا هو خطأ واللي قام به طبقاً للقانون لازم يأخذ حقه لكن هذا حصل في دولة من بلدان العالم الثالث كما تقول أمريكا وقبل 25 سنة لكن ما الذي يحصل الآن 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 هذا من واجب المحكمة تتأكد منه حضرة الغاضي سواء الآن أو فيما بعد هو سأل هل تعرضت إلى الضرب فإذا عندك شيء من هذا القبيل اكتبها وقدمها للرئاس لا لا من فضلك من فضلك أنا مطالب مدرسة عندك يعني لا تخليني أحكي بطريقة ما ريد هلية ولا لك ولا لأي واحد قاطعني واستمر بالكلام ما سكته لكن هو سأل سؤال جوابي نعم ضرب وفي كل مكان من جسمي وآثارها موجودة حتى يومنا هذا أنه نعم ضربنا ضربنا ومتبلل أمريكا وعذبنا صد واحد واحد هذا الرجل من يقوم يقضى بالحيط حتى ما يقع لي إنه بخامس البنادق على رقوبته إلى أن سقطوا ذاك سقطوا هاي بردان سقطوا يعني منه النوب أبو نادي ألا طلعوا أعظام رجية لم أمارس المحامات أنا تعرفوني أحط نقاط على الفروف في السياسة وفي غير السياسة ولذلك لذلك الصهيونية والأمريكان المسؤولين يكرههم صدام السياسة ويكذب البيت الأبيض برأ أخرى وهو كذاب كذاب رقم واحد بالعالم مكشوف لأنه قال بالعراقي مياوي وعلاقة مع الإرهاب ثم صرح لاحقا ثم صرح لاحقا أنه لم نعثر على شيء من هذا في العراق وأريد أقول أيضا صرح قال أنه اللي قال صدام حسين مو صحيح طيب أنا ثبتت هذه الإصابات اللي أصابتني أمام ثلاث مجموعة طبية أمريكية على التعاقب طعا طعا برئيسكم لخمسة وثلاثين عام فإذن معناه أن العراقيين قبلوا شخص كذاب والعراقيين ما يقبلوا بالكذاب ولذلك يرفضون الكذابين الآن لكن صدام حسين في الديمقراطية الأمريكية التي فضحت هنا في العراق العظيم ساعته حرم عليه البسر هاي مو ساعته الساعة اللي كانت بيدي ملصوها سرقوها من وقتها مع فليسات شانتويا بنتي حد بناتي اللي شردوا أهدت لأبوها ساحا فهذه الساعة منعوها على صدام حسين للبسها حتى بس تقارنون والدشلاش اللي كانت عليه شقوها طوليا حتى في نظرهم أنهم نسيئون إلى صدام حسين يصغرون من شخصيته شخصية صدام حسين ليس باللبس هذا عار عليهم أما صدام حسين فهذا يكبروا ما يصغروا فقط حتى يسمع المتهم مع أنه مشتكي مشتكي هو العفو المشتكي ايه هي ترهم المشتكي والشاهد يسمع يسمع ليعمل مقارنة مع أني أنا لمقتل بوش سيدة القاضي سيدة القاضي سيدة القاضي لا كاكوا فالسفلة يضحكون ويشتمون علي حال أه أه سيدة بلذان خلوا القرود يرحفون بلذان الأسد ما ينم إذا قرب فقط شجرة يتبسم عليه تمام فأهدأ هلا يقول ما يدير بالفعل هذه فقاعات السيد أحدهم أظن سيدة اللي نهنا بالإدعاء سمى حزبنا العظيم بالدموي وصفه بالدموي فالذي يوصف حزبي وأنا أمين سره قائده أنا أعتز إني قائد الشعب أنا لا يهمني أن يأتي في ريز حيشاك أنت وحيشا من هو يتناقض معهم أن يجلس هنا ويحاكمني طز علي قلت المصريين وعلى كيان الهزيل أو لو يجي بوش ويبعد هنا ويحاكمني ما يهمني طز علي وعلى كرسيه وعلى أبوه الذي يقبله والزيل موسيقى 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 اشتركوا في القناة